لما جات اللحظة اللي كان يجب عليه فيها أن يدافع عن كرامة وطن وحياة شعب هذا الشعب وهذا الوطن هو أقسم على خدمته ولم يتردد لحظة واحدة فعل كل ما يحتم عليه الواجب والشجاعة واعتبر مواجهته مع الإرهابيين قضية حياة أو موت مش له بس لنا كلنا كلفته المعركة ضد الإرهاب نور عينيه وعاش أياما صعبة بين الموت والحياة لكنه عاد إلينا بطلا ومحبا للحياة ونحن إذ نكرمه الليلة فإننا نكرم في شخصه كل شهداء السرطة ومصابيها الأبطال سيادة العميد البطل ساطع النعماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر